بقول لكم قصته منصور السالم يا شباب كان حاضر جلسة زي هذه زي هذه وفي ملعب وكان ما سكها أخونا عبد الرحيم الأحمد يا الله يزا خير هو اللي كان قائم بالجلسة هذه في النزهة طبعا من عيال كندر الشيخ عبد الرحيم كندر أول بس جاء عندنا هناك في الشمال دلعناه شوية طيب كان عندنا جلسة في الملعب في النزهة آخر شارع الستين شفتوا آخر الشارع على اليمين حارتنا هناك حارة الصميدات ملعب ايش ملعب الصقور كان يقولون له ملعب الصراصير بعدين غيرنا ملعب الصقور ملعب الصقور له ديغلط عيال ملعب الصقور طيب هذا كل يوم كان عندنا جلسة زي هذه وكان جاينا أحد المشايخ واحد من العيال مر على منصور السالمي في الحارة وقال له منصور تعالى في جلسة حلوة تعالى أحضر وجاء منصور والله أنا كنت موجود ذاك اليوم كان حاضر في النص جالس يسمع الشيخ يقول الشيخ يش يتكلم كلام الله كلام الدين والإيمان سمع الشيخ منصور آية خلت منصور يبكي في الجلسة والله كنت موجود ذاك اليوم الآية هي قول الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَاءَ منصور يقول الآية هذه أعرفها بس داك اليوم كأني أول مرة أسمعها يقول كنت عالي من ضيق هم نكد بكنت أعرف السبب يقول بعد هذه الآية عرفت السبب كنا نطلع الروح نفل مع الشباب بس أرجع ضيق هم ليش لأن الله قال وَمَنْ أَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَاءَ والله منصور جلس يبكي جينا بعد الجلسة يا منصور أبشر بالخير الله غفور رحيم الله كريم منصور إيش رأيك منصور تأخذ عمرة تبدأ صفحة جديدة مع الله من الحرم قال قدام والله عمرة ونروح مكة ونأخذ عمرة ونبدأ صفحة جديدة مع الله ويدخل معانا التحفيظ في النزهة ويبدأ منصور والله من قله والله حد قل أعوذ برب الناس ورب الكعب كان يتأتع في الآيات وكان ما بس صدق مع الله نحسبه كذلك والله حسيب استمر في التحفيظ استمر في حفظ القرآن دخل دوره شهرين في الإجازة شهرين ما يطلع في المسجد شهرين يا شباب ما يطلع إلا للنوم ويرجع وبعدها يختم كتاب الله والآن تفاجأنا إلا منصور السالمي أصبح هو إمام مسجدنا اللي فيها التحفيظ أصبح الإمام شوية منصور أصبح داعية شوية ما شاء الله بدأ الناس يستمعون تلاوته شوية شوية والله العظيم يا شباب الله رفعوا بالقرآن والله العظيم الآن تابعينه في الاستقرام أكثر من مليون أنا رحت معاه في الحج راحين نرمي الجمرات والله إنه ما قدر يعني إلا يتلثم بس وراح الجمرات يتلثم من كثرة الناس ليش يسلمون عليه ويحبونه كل من الجزائر من المغرب من تونس من العالم كل سبحان الله يحبون الرجل من من اللي رفعوا الله وكلام الله وكتاب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين الآن داعي يا منصور الآن هو جايكم في الطريق وتستمعون تلاوته وتسمعون كلامه لكن الشاهد يا شباب هداية منصور فإن كانت في جلسة زي هذه استمع كلام الله استمع الآيات أقبل على الله صدق مع الله الآن والله العظيم من أسعد الشباب نعم يا شباب سمع قول الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أرضى عن ذكري فإن له معيشة ضنكى السعادة بيد مين يا شباب بيد الله يسعد مين أنت بعقلك يسعد مين اللي يطيعونه ولا اللي يعصونه ها خلاص واحد زايد واحد سعوة اثنين بسم الله ما شاء الله تبارك الله حياك الله شيخ منصور يا مرحبا أحد يعلم يا شباب ها هنا حفرنا هنا دفننا المهم ايش تفضح بدر فيش لا يا بو استغفر الله العظيم ما قلنا قلنا شيء عال اللي رشني ما لا حاجة اللي رشني بالمو رشه بالدم ترى سمعت شيء انت ترى دعوة ما قلنا اي ما قلنا لكل خير شاء الله